مجزء الثالثة عصر من التلفزيون المصرية أهلا بكم بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطرة المبارك وخلال التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ثقة جماهير شعب مصر العظيم في الرئيس السيسي مشيدا بجهود سيادته في الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوض معارك التطوير والبناء مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية حافلة بقفضات طويلة إلى الأمام وملئة بالإنجازات كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالراسق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبة عيد الفطرة المبارك وخلال البرقية تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بأسماءات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني بمناسبة عيد الفطرة داعينا الله أن يعيده على الوطن الغالي وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمني والبركات كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبته حلول عيد الفطرة المبارك وفي برقية بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسماءات التهاني للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعثمت بولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطرة المبارك عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية وذلك لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها في شأن حماية أمن المواطنين وخلال الاجتماع تم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأشار وزير الداخلية إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات ناجمة عن تضعيات الأحداث العالمية الجارية وأن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بالتعوى مع كافة أجهزة الدولة كان لها بلغ الأثار في تحقيق الاستقرار في الأسواق كما تابع وزير الداخلية محاور خطة تأمين المواطنين خلال فترة العيد نهاية مجازأة الثالثة في أمان الله